أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستمرار في تكتيف الجهود للمساعدة في رفع المعنى عن المرضى ودويهم وتوفير كل سبل الدعم الممكن لهم وخلال متابعته لجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس على مدار ربع الثالث من عام 2022 أشار التقرير الذي طلقه رئيس الوزراء بهذا الشأن أنه تمت الاستجابة إلى 1530 استغاثة طبية تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإقبارية ومواقع التواصل الاجتماعية